تعالى نشوف مع بعض واحدة واحدة ونتكلم عليهم برضو واحدة واحدة وده مهم ايه هي الحزمة الجديدة او حزمة الحماية الاجتماعية اللي يبدأ تطبيقها باذن الله من الشهر المقبل ودي بالمناسبة تكلفتها على الدولة 67 مليار واحد اقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا لجميع العاملين بالجهاز الاداري بالدولة والشركات التابعة ليها او كمان اصحاب المعاشات لمجابهة غلاء المعيشة استنى عند الحتة دي طبعا هنجد ناس بتاعت الاخوان والناس اللي بيحبوا انا قاسف يعني الحبوا يتفلحسوا هيجي يقولك ايه بقى ايه 300 جنيه واحدة واحدة هو 300 جنيه عند بتاع الاخوان او 300 جنيه عند اللي عاوز يتفلحس ملهاش دور ملهاش معنى بيقعد على الكافيه او صحابه بالليل عاديين حطين رجل على رجل ويطلبوا في شوية مشاريب ويدفعلوا 400 500 جنيه وهو مروح صح? بس 300 جنيه عند اهلينة اللي على قد الحال شويتين 300 جنيه دي تفرق معا كتير قوي اه لو انت نزلت وسألت اهلينة دول ايه 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 رأيك في 300 جنيه يعملوا معاك حاجة يقولك اه يعملوا بيسدوا خانة يقولك كده بيسدوا خانة ما بيقولكش حتى لو هي وتسند الزير لا يقولك تسد خانة 300 جنيه دي هتنفعه في حاجة هتنفعه في لبس العيان هتنفعه في لقمة حلوة هتنفعه في سد قصد هتنفعه في الجمعية اللي بعملها يقولك الف حمد وشكر رضا من عند ربنا احسن من ما فيش واللي فوق ده انه غوة لانه عارف قمة القرش بجد ولانه على قد حبتين او تلت حبات فالتلتمية دول بالنسبة له حلوين اوي فضل وعدل من عند ربنا لكن هنقعد ونحط رجلي على رجلي ونقعد بقى ننظر ونتفلحس كده ونقعد تلتمية اذا تفعل تلتمية دول يعني يساوي كم دولار ده مش عارف ايه بجد هو انت متصور ان التلتمية دول اللي حضرتك بتصرفهم على الكافيش ياكة بتاع سيادتك بالليل ولا حاجة دول بالنسبة لك قعدة وعدت بالنسبة له هو مبلغ عليها الايمة يعني ممكن يخش لهم مثلا في عشرة في الماء مرتبوا اصلا طيب تعال عل بعده تلتمية بس لا ورفع الحد الادنى للاجور يبقى 3000 جنيه بدلا من 2700 فيهمت بقى الحتة ماشي ازاي طيب تعالى نشوف عندنا قلية واضحة لتعويض ودعم العاملين في مختلف الشركات اللي تعصرت او توقفت اعمالها نتيجة الازمة الحالي فيتم صرف دعم مالي لحد يوم 30-6-20-23 ليه الناس اللي كانت بتشتغل في الشركات دي بشرط مايتمش الاستغناء عنهم يعني الدولة اللي هتشيل ده مش حد تاني الدولة اللي هتشيل فتستمر او يستمر العمل بحزمة الحماية الاجتماعية اللي تم الاعلان عنها خلال الفترة دي وخصوصا بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة يعني ناخد بعضنا ونقرب من الأسر دي من خلال بقى البطاقات بتاعت التموين فيبقى عندنا الشرايح من 100 ل300 ويستفيد منها قد ايه بقى 10.5 مليون أسرة طيب 10.5 اضرب في المتوسط كل أسرة أربعة يبقى كام 42 مليون بني آدم 10.5 مليون أسرة تستفيد من ده هم المقيدين على بطاقات التموين الحزمة دي يا سادة يا كرام كان او يعني تحديد حكاية البطاق دي كانت هتنتهي يوم 31-12-20-22 إلا إنه بتكليف وتوجيه مباشر من الرئيس قال لأ كملوا بيها لحد 36-20-23 بس كده اطلقت طب وأسعار الكهربا مش الناس دعوتوا لك أسعار الكهربا طيب فييجي جزء من هذه الحزمة سعر الكهربا مش هيزيد برضو لحد يوم 36-20-23 يعني لسه قدامك إن شاء الله 8 أشهر مفيش زيادة في الكهربا وبالمناسبة دي كانت أصلا هيتعمل إنها تنتهي 31 ديسمبر السنة دي فتمدت 6 أشهر طيب وتسبيت سعر البنزين والسولر لحد ديسمبر 20-22 بس غير كده إيه طب وتذاكر الأطرات يا فندم والمترو يا فندم مفيش رفع الأسعار التذاكر بتاعة المترو والقطر مفيش رفع خد بالك إحنا لسه كنا من قريب مخفضين سعر التذكرة كمان طيب عندنا لسه أسر محتاجة إنها تاخد معاش التضامن الاجتماعي فيتم نضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة خلاص كده ناخد بعضنا ونروح لسه صرف مساعدات استثنائية لتسعة مليون أسرة لمدة 6 شهور جاية تسعة مليون أسرة حياة كريمة المبادرة الأكرم والأكبر والأهم والأوقع والأعمق في تاريخ مصر مش في تاريخ جمهورية مصر العربية في تاريخ مصر فنضم عليها كمان 30 قرية جداد ده برضو ليه علشان الناس موحاة كريمة رايحة للناس اللي في الأرياف رايحة للقرى وللكفور وللنجوع فنزود عليها كمان 30 قرية نيجي بقى عند الحتة إيه اللي هي داخلة على البرلمان يعني إن شاء الله كده هي كلها كم يوم ويبقى القانون مية مية بإذن الله احنا بنتكلم على حد إعفاء ضريبي كان كان أو حتى اليوم اللي أنا وقفلك فيه ده 24 ألف جنيه فمتقدم القانون بإنه يتم رفع حد الإعفاء الضريبي لـ 30 ألف في السنة ده معناها إيه؟ معناها إنه أصحاب الدخل لحد 2500 جنيه في الشهر ما يتخصمش منه درائب يعني الاستقطاع الضريبي مش هيستقطع مفهومة دي سهلة مسألة بسيطة يعني يبقى تعالي بقى كده نبص على حطالي هنا بقى كده عمورة عشان نعدل إيه؟ التسع إجراءات التسع إجراءات بتغنى أنا لفيت أحطالي هنا سوف أشوفها جمال أيوة بص تسع إجراءات تعالي نخدها واحدة واحدة بقى واحد تسبيت سعر البنزين والسولار لحد ديسمبر 2022 اتنين تسبيت أسعار الكهرباء لحد 30623 نمرة ثلاثة عدم رفع أسعار تذاكر المترو والقطر نمرة أربعة رفع الحد الأدنى للأجور للعملين لتلات تلاف جنيه بدلا من 2700 خمسة ضم ربعمائة ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة ستة صرف علاوة استثنائية للعملين بالدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه في الشهر نمرة سبعة صرف مساعدات استثنائية لتسعة مليون أسرة لمدة ست شهور جاية نمرة تمانية ضم تلاتين قرية جديدة لمبادرة حياة كريمة نمرة تسعة تقديم مشروع قانون للبرلمان لرفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف لتلاتين ألف جنيه سنوي ترجمة نانسي قنقر